الجمعية التعاونية الزراعية في بيت لقياغر بارام الله تشكل نموذجاً للصناعات الوطنية والتمسك بالأرض ودعم المزارعين ومواجهة المنتجات الغذائية التي مصدرها الاحتلال حيث تعتمد على المنتجات البيتية ومنتجات المزارعين لسد احتياجات المواطنين في البلدة بأسعار أقل من السوق دورنا نكون كجمعية تعاونية في بلدة بيت لقياغر من محافظة رمالله توفير الخدمات للمزارعين استهداف صغار المزارعين فتح أسواق للمزارعين هي فقط هالمزارع وثبوت في أرضها واضافة احنا ماخدين البعض الوطني كمان هاي أرضنا هاي يعني من الاشي المقدس من نسبة لألنا بالنسبة للشغل هان الشغل في الجمعية هو مصدر رزقي وساعد في دراسة أولادي لأنه أنا عندي أولاد في الجامعات مهم جدا لأنه أول شي حتى نحافظ على أرضنا وعلى صمود مزارعنا في أرضه حتى نأخذ الزراعة من المزارع للمستهلك مشاكل عديدة يعاني منها القطاع الزراعي على رأسها الاحتلال الذي يصادر الأراضي ويدمرها ويقيد المزارعين إضافة إلى غياب الحماية للمزارعين وأقلة دعمهم وأضع في تسويق منتجاتهم في السوق المحلي أنا أول شي باشتغل في الزراعة مشان أهلي من أولهم دائماً في الأرض وأنا بدي تلعط زيهم دير بالي على الأرض لأنهم دارين بالهم عليها ويعني احنا عشنا منها وإحنا صغار عايشون منها وبرضا احنا منها ندير بالنا على الأرض مشان ندير بالنا على هنه انتشار منتجات الاحتلال الزراعية في الأسواق الفلسطينية يشكل تحدي أمام المزارع الفلسطيني الذي يتكبد خسائر كبيرة بسبب ذلك لكنه يصر على التمسك بالأرض وفلاحتها